وكان القائمون على برنامج فاليو التدريبي قد استقبلوا دفعة جديدة من طلاب الجامعات لبدء عمليات التدريب يمتد هذا التدريب لخمسة أيام في إطار اهتمام مؤسسات الدولة بالشباب من خلال التوعية بقيم التطوع والمواطنة دفعة جديدة يستقبلها القائمون على برنامج فاليو التدريبي والذي يجرى بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمبادرة الرئاسية حياة كريمة الدفعة الجديدة من طلاب الجامعات ستتلقى تدريبا يستمر خمسة أيام على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في المجالات المختلفة نستقبل حوالي 300 طالب في الدفعة الجديدة النهاردة والطلاب بندربهم على المهارات الحياتية ومهارات الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية وكتاب تستيرات ذاتية مش كده وبس إحنا كمان يعني بناخد أفكارهم واقترحاتهم علشان يشاركوا في المبادرات في تطوير قرى الريف المصري كان أكتر حاجة حرسين عليها طبعا التعريف بالبرنامج واللي هم جايين يدرسوه في البرنامج في نفس الوقت إن فكرة البرنامج أو كلمة value هي مش معناها الحاجات اللي هم هيتحصلوا عليها أو المعارف لا الvalue هم الأشخاص ذات نفسهم أو هم كشباب هم الvalue بتاع البلد وهم دول القيمة الحقيقية اللي احنا بنحاول نوصلها البرنامج يشمل تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة الطلاب إلى جانب مناقشات وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول مختلف المبادرات على أن تقوم مبادرة حياة كريمة باختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها لتطبق بشكل فعلي داخل كرة المبادرة يعني لازم أستفاد من المبادرة زي دي من الرئاسة يعني وكده وأننا هتعلم فيها حاجات كتير وبدأنا النهاردة ونحن نتعلم سيبر سيكورتي تمام دي حاجة مهمة جدا في مجال الـ IT ويمكن أهم شغلنا دلوقتي في العالم كله وهم حاجة عشان دايماً أي حد أحب أن أؤمن أي حاجة لي بس ومنه ده بكل يوم نحن نتعلم حاجات أكتر وأكتر وأكتر ويعني فرحان أننا بيهتموا بالشباب شوية اللي ممكن نستفيده من البرنامج أن أنا بعرف معلمات كتير عن المشروعات اللي البلد بتقوم بها دلوقتي حاجاتنا أنا ما كانش عندي وجهة نظر لها فجاي هنا أستكشف الكلام ده البرنامج كويس جداً بيتكلم على نقط معاينة كتير اللي هو مثلاً اللي هو تنمية بشرية للشخص في الأيام اللي إحنا نقضي فيها اللي هو ثلاثة أيام ويوم زيارة مدنية ويوم زيارة عسكرية ثلاثة أيام عموماً بقى نعرف عن presentation skills وننمي مهارتنا ونحاول نشوف أفكار جديدة دي فرصة ما تتعودش ثانياً أنا جاي أستفيد بالمبادرة اللي بتقدمها الدولة لنا كشباب صغير لسه في السن بيقدم في الأعمال شبابية حابة يستفيد منها إحنا لسه أول يوم لنا هنا بس إحنا بنأمل إن إحنا يبقى عندنا فرصة أكبر إن إحنا نعرف عن البرنامج وعن المبادرة إن شاء الله حاجة ما كنتش أتوقعها ودي فرصة منحة لنا فخامة الرئيسة عن فتاحة سيسي للشباب اللي زينا وطبعاً كل واحد مننا ليه حلم وأنا بالنسبة لي يعني فاليو دي ببداية لتحقيق الحلم اللي أنا بتمنى بقى لسنين أنا من محافظة الفيوم فحياة كريمة موجودة بكوة عندنا في المحافظة بقالها سنتين تقريباً فعمل تغيير شامل وهنا بالنسبة للتحق بفاليو يعني تجربة جديدة ومعلومات جديدة برضو والناس جديدة بنتعرف عليها برنامج فاليو يأتي في إطار اهتمام مؤسسة الدولة بالشباب من خلال التوعية بقيم التطوع والمواطنة إلى جانب العمل على تدريب طلاب الجامعات على المهارات الأساسية ومنها التواصل الفعال والذكاء الاصطناعي بهدف تأهيلهم للعمل والقيادة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري